بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلاً وسهلاً بكم أخواني وخواتي مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مختارات شرعية وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنستكمل الكلام عما كنا قد توقفنا عنده في الحلقات الماضية حول الأحكام المتعلقة بالحج والحج أخواني الكرام أخواتي الكريمات عبادة جليلة عظيمة يحبها ربنا تبارك وتعالى وقد ورد في الحج فضائل كبيرة جداً والسنة مليئة بذكر هذه الفضائل ولعل أذكر في هذه الحلقة جملة من فضائل الحج لنكون منها جميعاً على حرص على الاقتداء بها وكذلك أيضاً امتثال هذه العبادة التماساً للأجر وطلباً للثوار يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذا الحديث أخذ منه العلماء دليلاً على أن الحج يكفر الصغائر والكبار وإلا لا يمكن أن نفهم من معنى رجع كيوم ولدته أمه إلا أنه نقي من الذنوب تماماً الصغائر والكبار ولو قلنا الصغائر فقط صار ذلك أيضاً أو يمنع من هذا الأمر ويشكل عليه كيف يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ونقول بقيت عليه الكبار هذا لا يتصور فالإنسان إذا حج فهو نقي من جميع الذنوب وطهر من جميع الخطايا وأصبح مجرداً نقياً أبيضاً طاهراً بعد أن أدى هذه العبادة العظيمة عمر بن العاص صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أسلم وأراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه فكف عمر يده فقال يا رسول الله أشترض يعني إذا ردتني أن أبايعك أشترض فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تشترض فقال أشترض أن يغفر لي لأنه رضي الله تعالى عنه كان يعلم من حاله كثرة الذنوب والمعاصي وما كان عليه من الكفر قبل الإسلام فأراد أن يمني نفسه وأراد أن يبعث في نفسه الأمل بقبول الله لتوبته حتى جعل ذلك شرطاً شرطه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول هذه الكلمة أشترض قالت أشترض ماذا؟ قال أن يغفر لي فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر أما تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله يهدم يعني وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله لاحظوا معي هذا الحديث فيه أيضاً دلالة بضم هذا الحديث إلى الحديث الذي قبله وهو رجع من ذنوب كيوم ولدته أمه دليل على أن الحج أيضاً يكفر الكبائر كما أنه يكفر الصغار فليس هذا مقروم فقط بالصغار وإنما يكفر جميع الذنوب الصغار والكبار بالدليل قول النبي السلام أن الإسلام يهدم ما كان قبله والحج يهدم ما كان قبله وبلا شك الإسلام إذا كان يهدم ما كان قبله معناه أن الإنسان ينقى ويطهر لذلك كذلك يقال بالنسبة للحج وهذا من فضل الله عز وجل على حجاج بيت الله عز وجل أن الله نقاهم من الذنوب والخطايا أن الله طهرهم من الذنوب والخطايا وهذه فضيلة لا ينالها حقيقة إلا من أدى هذه العبادة الجليلة العظيمة كما يحب الله سبحانه وتعالى أيضا من المسائل أو من الفضائل ما جاء أيضا في أحاديث أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل مرحبا بكم إخواني وأخواتي وعودة لما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل وكان الحديث حول ما يتعلق في فضل الحج فالحج فضله كبير وعظيم عند الله عز وجل ومن فضائل الحج ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هذا الحديث فيه اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج المبرور أو جعل الحج المبرور هو سبب لدخول الجنة وهذا شرط فليس كل حج مبرور ما كل من حج بيت الله مبرور إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور فالحج المبرور له صفات وليس على أطلاقه فمن صفات الحج المبرور أولا الإخلاص لله عز وجل بمعنى أن الإنسان يحج وهو لا يطلب مدحة من أحد ولا ثناء من أحد ولا حيازة ألقاب الحاج فلان أو يتكثر بعدد الحجج والله حجيه ثلاثين مرة ربعين مرة هذا ينافي الحج المبرور لاحظوا النبي سلم لما أراد أن يحج أول ما ركب على راحلته إيش قال قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي طهره الله عز وجل والذي نقى سريرته ونقى صدره وقلبه وجعله سيد المخلصين يسأل الله أن ينجيه من الرياء والسمعة فكيف بمن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام هذا واحد من صفات الحج المبرور كذلك أن يكون طيب النفقة وليس بأن يخلط ماله مال الحج بنفقة محرمة أو مال شبهة أو أكل مال للغير لذلك قال الإمام أحمد أن هذا من من أسباب عدم قبول الحج أن يكون المال محرم إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير الإبر يعني لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور فهذا الأمر الثاني الأمر الثالث أيضا طيب النفقة كما ذكرت من الأمور المهمة الأمر الثالث من الأمور المهمة أو تتعلق بالحج المبرور أن لا يخالطه إثم في أثنائه لهذا الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالحج المبرور من صفاته البعد عن الجدال البعد عن الفسق والبعد عن الرفث والفسق كما قال العلماء هو كل الذنوب المعاصي سواء كانت القولية أو الفعلية ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أيضا من صفات الحج المبرور هو أن يعود الإنسان بعد الحج أحسن مما كان عليه قبله وهذا من صفات الحج المبرور الحج المبرور هو الذي يحدث في نفس الإنسان تأثرا انظر لبعض الناس بمجرد ما حج بيت الله عز وجل ورجع تجد هذا الإنسان حريص على الطاعة حريص على العبادة حريص على العلم الشرعي حريص على أمر المعروف أنه علم منكر كل ذلك بسبب آثار الحج في نفس ذلك الإنسان وبعض الناس العكس قد يحج عشرين سنة لكن حاله بعد الحج كما هو لم يتغير وهذا الإنسان الذي لم يستفد حقيقة من هذا الموسم العظيم وهذا العبادة الجليلة لابد أنه سيتأثر سلبا وليس إيجابا فهذا من ما يجب أن يحرص الإنسان عليه وأن يتنبه له في مثل هذا أيضا من ال كذلك أيضا الأمور المهمة وهو وجوب تعلم أحكام الحج لمن أراد أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريض على كل مسلم وقد تفق أهل العلم على أن أولى العلوم بالتعلم هي أركان الإسلام فمن التناقض أنك تعلم الكلام عن الصلاة وتهمل الكلام مثلا عن بقية أركان الإسلام الأخرى خاصة مع حاجة الناس إليها لنا إن شاء الله وقفة مع حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة